أسعد الله صباحكم مشاهدين وأهلا بكم إلى جولة في الصحف العربية والأوروبية لصبي حتى اليوم البداية بالجريدة الفرنسية لثيغارو التي عادت لحديث حول الأوضاع في بيكين وعنونت على صدر صفحتها الأولى سياسة سيفر كوفيد تطلق عينان الغضب ضد الرئيس الصيني شي جينبينغ أفاد الكاتب أن الصين تشهد موجة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ أيام مست عديد المدن وذلك بسبب سياسة الإغلاق العام التي تنتهجها الحكومة قصد الحد من توسع انتشار الفيروس مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى المواطنين حيث شهدت مدينة وهان خروج العديد من المواطنين الرافضين لإجراءة الحكومة الأخيرة والتي تجبرهم على القيام بالفحص بشكل متكرر قبل توجه إلى قضاء حاجتهم اليومية في الصحف العربية مشاهدنا نطالع مقالا على صحيفة أخبار الخالج بعنوان روسيا تعلن سيطرتها على قرى بالقرب من مدينة بخموت الأوكرانية نقرأ في تفاصيل المقال بأن روسيا قد آلنت أمس سيطرتها على ثلاث قرى بالقرب من مدينة بخموت في شرق أوكرانيا حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أنه عقب عمليات هجومية حرر الجنود الروس بلدتي بيلوغروفا وبيرجي ترافينيا في جمهورية دونياتسك الشعبية لتعلن في وقت لاحق سيطرتها على بلدة أندريفيكا من جهة أخرى حيث أعلنت روسيا السيطرة على منطقة أخرى في دونياتسكا على بلدة فودياني القريبة من أفديكا الواقعة بالقرب من خط الجبهة ننتقل بكم مشاهدين إلى جريدة الشرق القطرية والتي تساءلت على أحد صفحاتها هل انتهى العصر الذهبي للعلاقات بين لندن وبيكين تقول الصحيفة إنه من المنتظر أن يطلق عهد الرئيس ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني حقبة مختلفة من السياسة الخارجية حيث سيتابع على الأرجح جزءا كبيرا من السياسات السابقة لرئيسة الوزراء البريطانية ليز طراز التي استقالت بعد 44 يوما لتضيف صحيفة تصريح سوناك قوله أن ما يسمى بالعصر الذهبي للعلاقة مع الصين انتهى متعاهدا بتطوير موقف بلاده من بيكين وأن المملكة المتحدة حاليا تحتاج إلى استبدال الفكر الحاكم ببراغماتية قوية في علاقتها مع المنافسين على نفس الجريدة دائما نطالع العالم أصبح أكثر جفافا في عام 2021 حيث نقلت الصحيفة ما نشر في تقرير أممي صادر عن منظمة العمل الأنصاد الجوية مفاده أن معظم أنحاء العالم كانت أكثر جفافا من المعتاد عام 2021 في ظل أثار متتالية على الاقتصادات والنظم البيئية والحياة اليومية ويضيف الكاتب بالقول أن أحجام الأنهار كان أعلى من المعتاد في بعض أحواض أمريكا الشمالية وشمال الأمازون وجنوب إفريقيا قبل سنة 2021 وحسب المنطقة فإن 3.6 مليار شخص باتوا يعانون من الحصول على المياه بشكل كاف في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا بعنوان أمريكا أو نقرأ أمريكي من أصول إفريقية زعيما للحزب الديمقراطية إذن انتخب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع سيناتور حاكيم جيفريز زعيما جديدا لكتلتهم في المجلس خلفا لنانسي بيلوسي ليصبح أول نائب من ذوي البشرة السوداء يقود حزبا في الكونغرس ليضيف الكاتب أن جيفيرز تعهد بالعمل مع الجمهوريين في الكونغرس المقبل قائلا إن الديمقراطيين يتطلعون إلى إيجاد فرص لشراكة مع الجمهوريين والعمل معهم حيثما أمكان ذلك وأكيدا أن الحزب سيقاوم التطرف كلما توجب الأمر بخصوص زيارة ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية عنوانت الصحيفة باريس وواشنطن أمام اختبار صعب وترقب لنتائج لقاء بايدن ماكرون الزيارة تهدف بحسب المقال إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتخطي الأزمات التي شابت العلاقات بين باريس وواشنطن ومحاولة الخروج بنتائج تحظى بدرجة من الرضا حول قضايا ساخنة تتعلق بكيفية إنهاء الصراع في أوكرانيا ومسارات التفاوض والتداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية وما يتعلق أيضا بالسياسة التجارية لإدارة بايدن والمخاوف الفرنسية والأوروبية حول قانون خفض التدخم الأمريكي الذي يعطي للولايات المتحدة مزايا حمائية في مواجهة الصناعات الأوروبية إضافة إلى نقاشات حول كيفية التعامل مع النفوذ الصيني المتزايد في المحيطين الهادي والهندي بحسب اليومية مشاهدين كانت هذه أبرز ما عنونت وكتبت الصحف نختم وإياكم معرض الصحافة نلتقي بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر